التوسل بالاموات عند الله حرام لا يجوز لا يجوز ان انا اطوف بالقبور اتمسح بيها ازورها بنية طلب البركة منها انظر لغير الله ندر علي يا سيدة ندر علي يا بدوي ندر علي يا تسوقي ندر علي يا ناوي لو عملتلي كذا لا اعمل كذا ده شرك بالله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوته كل شيء ألا له الخلق والامر وربك يخلقه ما شاء واختار ربنا سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر له الخلق وله الاختيار سبحانه وتعالى وكل الأقدار تجري بمشياته هو سبحانه وتعالى الشاهد ان الناس الطيبين اللي بيعملوا طاعات وحسنات بيلحظوا الشبه بين هذه الطاعات وهذه الحسنات ويعيشون في ساعة من أمرهم أما أهل الزنوب فيعيشون في ضيق العيش بصوا حبيبي اللي تصدق هو بس اللي عارف إمت الفلوس من نوادر أو من نكت المسائل إن المتصدقين وأهل فعل الخير أغنياء إن اللي بيعملوا العمر أغنياء إن اللي بيحجوا أغنياء إيه الحكاية؟ الحكاية مش إن لما ربنا أداله تصدق صدقني لا الحكاية مش إن لما ربنا أداله تلقى عمر ما حصلش صدقني أنا جايلك من هناك وبقولك الناس اللي في الحجة والعمرة دول كلهم مستلفين يا جماعة أصل هو إيه بالمنطق كده منظر منظر الإعلان بتاع العمرة شكله كده يعني يصد منظر كده أنا مش عارف الأرقام اللي مكتوبة على الحج العمرة دي مش متخيل الأرقام دي بص بقى إنوي وطلوبها من ربنا بصدق ودور على سبل بقولك السنة دي 1444 دي سنة تأشرة الزيارة سنة لا تسأل دلوقتي على تذكارة ولا سكن ولا حج ولا عمرة ولا موسم ولا أجازتك ولا 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 بقولك دور على تأشرة الزيارة سنة لأي سبب مسموح بي نظامي دغري بدون مخالفات شوف الناس اللي بيطلعوا تأشرة من غير ما تقعد تحت إيدنا الصد أحد يطلع تأشرة زيارة سنة للسعودية طلعت تأشرة الزيارة سنة بخلاص نتكلم بقى تدور بقى تفتح الابليكيشن على تيفونك كده تدور على تذكارة الخيسة أقعد عدل في الموعيد لحد ما تلاقي تذكارة أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله واحد مبارح بعيدتلي سورة تذكارة قطاعها مبارح بألف جنيه ويمكن هتلاقي أقل كمان بالصبر والنية الطيبة أنا عارف إن في تذكارة بتلاتين ألف مش مش عارف عارف بس بقولك أصبر انوي وأصبر خلي عندك عزيمة والصبر ودور دور 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 شركة الطيران دي لها أبليكيشن نزل ودور في تذاكرها شركة الطيران دي لها أبليكيشن نزل ودور في تذاكرها أقعد قلب لحد شوف أنت بدور على التذكارة لنفسك بدور على السكن لنفسك بطريقة تخش على موقع بوكينج بتاع كل القوتلات اللي هو قوتيل في فرامسيس قوتيل في نابارو قوتيل في دوميات بوكينج ده في قوتلات مك المكرمة وانت قعد في البيت قلب قلب لحد ما تلاقي أرقص قضى في الدنيا بعشرين ريال بتلاتين ريال هتلاقي وبعدين بعد ما لقيت الغرفة بعشرين ريال وتلاتين ريال الكلام ده في ألفين اتنين وعشرين أنا لسا جاي من هناك وكنت قعد في قوتة بستة وتلاتين ريال إيه رأيك؟ والله العظيم دور لحد ما تلاقي لقيت خلاص يبقى انت زبطت التسكرة وزبطت السكن بعيد عن أنياب اي حد ممكن يخدك ويرعبك بأرقام الشركات بأرقام العروض الكبيرة دي صليت على رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما هيروح هيلاقي النفسها عايز يروح تاني يا حجة خلاص انت حجيت يا بابا اصبري سنتين تلاتة حج السنة دي كمان يا ستي برسة وحيد الله يا حجة وحيد الله احنا نصبر على موضوع الحج ده سنتين تلاتة كمان لا مش دعم يا ستي صبري هو ده اللي بيجربها مرة بيعملها تاني وتالت وربع دول ربنا بيوسع عليه قرر يكفل باب من أبواب الدعوة إلى الله لازم يا جميع الباب ده نكفله ونهتم بيه وندور عليه باب الدعوة إلى الله على النت على وسائل التواصل دلوقتي بقى فيه قوافل دعوية على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل لدعوة غير المسلمين لدرجة ان ممكن يوصل عدد الناس اللي بدخل الاسلام لمئة انسان كل يوم في دول جنوب في دول أمريكا الجنوبية وفي دول أسيا وفي أمريكا وأوروبا كمان الناس عمالة تدخل الاسلام بالدعوة دي ده باب نكفله عايزة أكفل الباب ده ب 345 جنيه في الشهر أمنين وأنا معايش حق الإيجار بتاعي أنا غرقان في الإيجار أنا نفسي أكفل صفحة صفحة دعوية على الفيسبوك محتاجة مبلغ وقدره كل شهر أتورط في الخير ربنا يجيب الرزق هو كده عارف زي ايه بالزبط زي واحد جات لورقة الإجابة الأول ومكتب له اكتب أي حاجة واحنا هنكتب أسئلة على اللي انت جاوبته ده الفرق بين اللي ربنا بيديله فيعمل الخير واللي بيعمل الخير فربنا يديله سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقتردوا للحج والعمرة ويقول أرجو بالحج سدادة ديني ليه النهار يستلف الشغل يسولف لقصد مغرقان يجي على خدمة لحسنته هو مش راضي يحفظ ولاده القرآن يقول معايش مش معنى دي احنا مش عايزين اللي غرقان سلف يستلف تاني لكن لو واحد مش فرقابته اي ديون ما يمنعش ان انا استلف عشان دي شاهد ان اللي ربنا بيوفقه للخير هو هو اللي ربنا بيوسع رزقه